وعايزين بقى تعرفوا النادي الاهلي في عيون اسماعيل لاوي عارف التاريخ وعاصر من الستينات ثم السبعينات بقى وهو بيلعب ومروا بكل الحاجات اللي الناس بتحكي فيها وتتكلموا طول إشاعات كابتن سايد بازوكا الرمز الاسماعيل لاوي ورمز الكرة المصرية واحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي الاسماعيلي نسمعه بيتكلم عن نادي الاهلي ازاي وشايف النادي الاهلي ازاي ربما بعض الصغار يفهموا حاجة أولا شرف للكرة المصرية النادي الاهلي يوصل ست مرات وشرف لمصر كلها وكورة وكل لعبة الكورة وكل عندية مصر نوصل مركز ثالث العالم في وقت مرات صحيح بعدين النظام اللي معمول يعني فعلا انتو بتقول نادي قيم وتتباهوا انكم ناديكم فدنا انتو نادي قيم فعلا فعلا بأمانة مش مجدامة لا بتجعلنا بتجعل فعلا النظام وانا بس المتشات العربية والافريقية بقولها مليون مرة انا يوم المتش يوم الخميس انا اهلاوي يوم الخميس انا اكتر منك يمكن لان عاوز الاهلي يكسب لانه ما بلقبش ما بقولش الاهلي الجزيرة بقولك الاهلي المصري فمسننا انا كمصر وشرف كبير انه الاهلي مسننا في الكورة في قطر وتمنى من الله انه يكسب ويعمل متشات كويسة ويريت ياخد كاس العالم مش يبقى التالت ونتبسط يبقى ياخد كاس العالم وهو ليه وصل للمرحلة اللي وصل لها نادي الأهلي واللعيبة اللي عنده والأجهاز وبعدين عنده مجلس إدارة رئيس صبعا يعني نجم كبير وحبوب وإنسان نظيف وراجل وفيه كل صفات كويسة أتمنى أن يأخذ البطولة ليه لا شايفين كابتن سيد بازوكا بيرى النادي الأهلي إزاي شايفين الصدق اللي في كلامه لا هو مفتعل ولا هو مصطنع ولا هو عايز أصلا من نادي الأهلي حاجة شايفين بيتكلم عن رموز الأهلي إزاي شايفين بيتكلم عن تاريخ النادي الأهلي إزاي هي دي النوعية اللي كان مفترض الصغار يفهمه أن في غفلة من الزمن ناس خددتكوا في سكة تانية عشان ما تبقوا شايفين المشهد اللي شايفه كابتن سيد بازوكا أعتقد يا أسامة احنا بيتكلم عن قدامى اللاعبين اللي حتى من خارج النادي الأهلي لهم تاريخ معانا وليهم ذكرات حلوة معانا ما بلك بقى النادي الأهلي